افتتح سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظة المحافظة الجنوبية وسعدة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة مبنى ومنشآت مركز تمكين شباب الزلاق نعم المبنى الذي شيدته وزارة شؤون الشباب والرياضة يشتمل على تطوير المبنى الإداري الذي يضم مكاتب إدارية وقاعة متعددة الاستعمال ومرافق خدمية بالإضافة إلى إنشاء ملعبين في النجيل الصناعي قال وزير شؤون الشباب والرياضة إن الوزارة تخطو بنهج ثابت في تطوير البنية التحتية للأنشطة الشبابية تنفيذا لتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم ووفق برنامج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بما يتوافق مع استراتيجية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ودعم سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في توفير الظروف المثالية لتطوير العمل الشبابي في المملكة متامنا اهتمام وامتابعة سمش خليفة بن علي بن خليفة الخليفة للقطاع الشبابي في المحافظة الجنوبية الأمر الذي ساهم في تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المشتركة بين وزارة شؤون الشباب والرياضة والمحافظة الجنوبية أضف المؤيد أن تشهيد العديد من المنشآت الشبابية يؤكد استمرار الوزارة في استكمال تطوير البنية التحتية الشبابية بما يجعلها قادرة على تهيئة السبل للشباب البحراني للعمل على اكتشاف وسقل وإبراز تلك المواهب بالصورة الأمثل بنية تحتية متطورة تضم ملاعب متقدمة تخدم شباب الزلاق وتحتضن مواهبهم الرياضية لتسقلها وتبرزها بالشكل الصحيح فهذا المركز الذي تم تشيده مؤخرا يساهم بشكل كبير في تحقيق تطلعات القائمين عليه للارتقاء بشباب المنطقة في المجال الرياضي المبنى سيساعد مساعدة كبيرة لكي يحتضن الشباب الشباب شنو الشباب يبي مكان يبي شيء يقدر يمارس فيه أنشطة بجميع أنواعها لأنني أنا كيف أطلب من شاب ألعب مثلا أو مارس أنشطة وأنا ما عندي مكان الآن الملعب هذه بل بيشجعهم أيضا بيشجعهم أن أهميون ويقعدون حتى في الصالة وكذا كقراءة وهذه جهود متواصلة وعمل دؤوب قامت به وزارة الشباب والرياضة لإنشاء هذا المركز المتكامل ما يؤكد استمرارها في استكمال تطوير البنية التحتية الشبابية لتهيئة السبل للشباب البحريني والكشف عن مواهبهم في هذا القطاع للعمل على صقلها وإبرازها بالصورة المثلى نعلم جميعا أن الشباب هو العمود الفقري لتطور المجتمعات والدولة وقال وسط سيدي جراث الملك حفظه الله ورعاه على دائما الاهتمام بالنشأ وهم والأهل الحمد يعني شباب الزلق منذ البداية لهم إنجازات كثيرة والكل يحرص على لمتهم في هذا المركز هذه المراكز تحتضن الفئة الشبابية بالأخص من كل الجنسين نحن بحاجة إلى الاكثار من هذه المراكز من المنشآت الشبابية في مملكة البحرين كافة مركز تمكين شباب الزلق مشروع رائد حقق العديد من البطولات وها هو اليوم يحصد ذلك النجاح ليتمكن من تحقيق المزيد بعد أن تم إنشاء ملاعب ومرافق حديثة ومتطورة ذات مواصفات متميزة وقياسية هذا المشروع يهدف إلى توفير مساحة للشباب لممارسة هواياتهم الرياضية وخلق متنفسا لهم في المنطقة لتشجيعهم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في هذا الجانب وإيجاد جيل متميز قادر على الإبداع في هذا القطاع خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين